اشتركوا في القناة 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 يقولوا انه المكتب الجامعي متكون من 12 عضو من بينهم رئيس وانا رئيس الجامعة قبل ما يكون هذه الجامعة لهيئة تسييرية هو عضو بالاساس انا كنت عضو في مكتب الرابطة كنت عضو مكتب جامعي معنا سيكمال يدير انا زميله بل كل شيء معناها زميلك كنت زميلك في مكتب الجامعي معناها ابسط الاشياء من باب الاحترام وانك تجاوبني حتى بالهاتف صحيح انا عنا كذا معنا انا عنا خيارات اخرى مشيهم في توجه اخرى الاسباب كذا وكذا صحيح انا عنا حكيت مع حسين جنيح وكذا كانك انتي ماشي وحسين جنيح فيه مصلحة تونس فكرنا روح حسين جنيح فان مش مشكلة معنا مش هذا المشكلة وحتى في الكلمة البارح وكي حكيت مع الحقيقة بليلي كل الكرام وماروين انا تعرفني قدش ديسبليني دي ما توقض تونس بوق الناس الكل بالضبط فهمت هذه كان حسب لما نقايا مختلفة ناخد قراءتك اللي صار مفيش اشوية الانسحاب هيدا ولا ما توقعوني ومتوقعونت ولا ينا منسبة لنا خسارة كنت قادمة تونسية انسحاب حسين جنيح متعرفني انا ونعفى مش ما بدا روح اذا كان انسحاب تلولي نادع خسارة وما كانوش بليل زادة قدم المطلب هذا التسكى فهمتني دو بربي نحكيه ان شاء الله يكون الانسحاب هذا اخل عن قدمت على المنظومة الاقديمة هاني دي ما نحكي باش منحطش حسين اللي انا خدمت معاه وكنت موجود داربيتر وكذا وموجود هذي سيد حسين جنيح هنا من رأي يراه مروين وسمحني يمكن صاحبك هو كان يحب يخدم الكورة التونسية هنا ما عنده حتى حل كان يرجع لجمعيته بالنسبة لي نحنا طوى على مستوى الليتارات وعلى مستوى الكاف وعلى مستوى الجامعة هذي منظومة خلنب ديواظ حين رأي مشات رأي موجود كمال يدير بشيقة علمان منظومة الاقديمة ويجيب عباد جدود تخدم الرياض ومبلوس طوى نحنا يخي كل مسؤول في الدولة رأي نيه طوى شفت بعد 25 جويل ياه يخي ملاحظناش اللي كل مسؤول ما عندوش نسبة ذكاء في الدولة التونسية ياه انسى حب وحده ياه تم معفقه يخي مو عنا شوية اذكاء اخوي يخي الرئيس قاشم مرة يمشي للتزاير والعلاقة ولا يمكن ملي تولت مريدش العلاقة وطيدة بين تزاير وتونس كما الوقت هذا الرئيس رأي في كل مناسبة ولا عنا مناسبة ياه الرئيس الزير يجينا ياه الرئيسنا يمشي لهم يخي كمسؤول انتي كمال يدير ولا غيره ولا وزير ولا غيره يخي انتي طوى بش تحط يدك في يد المغرب ضد تزيري وش كون قال لك اعطي تزكية الحسين جنيح معنى اعطي التزكية ومبعد رجعت فيها انا حسب رأيك انتي في رأيك مختار اعطاوا تزكية مغير ما يستشعر للوزارة والدولة هذي النشكة هذي النشكة مسي نرمال فمحلين ان المعلومات اللي عندي يستشعروا فمحلين يمكن فهم ابو عطيات تغيرت مبعد لا لا فماش تغيرت يخ تغيرت نحنا كنا مع هذي تزير معنى انتي طوى قدو بش تحاربت زير اعطي سياستنا تبدأ لا 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 ندخلش مستوى مستوى حقيني تحارب انا في البوست هذي تنافس ولا تحارب كيف كيف نحكي رياضيان انا يخي انتي طوى عندك عندك شكل واقفة معك في وضعنا هنحنا الحالي تزير تحبو لا تكره الطاقة اللي تغيرو في مخي يخويا ينكونوا معها في كل شي وكما قالك بيليل قدو بلكش في 2025 تخرج لغرتنا القاوبلاستنا موجودة هنا عندي حالين يا تبدلت معطيات وقالولو انسحب واضح يا هو سكر الاجال هكشفتم بارح لدوز مع نص الليل هبط ولا لحداش ونص سكر علاج المنافسين الاخرين بش ميخذوش بش يكملو في الوحد معناه هنا راهو بربي اي مسؤول هنا لازمو يكون واقعي يخو يدرسها في مخو كل التوكيناتي الحوسين طو بربي كعتيت الحوسين ومبعد حوسين انسحب شنو نجمو نحكيو على كماليدير طو هذي معناها مشكلة من المشاكل متاع الجامعة اللي قاعدين نسيروا فيها وما زلنا بش نحكيو على الرابطة والمشاكل اللي تخطبت فيها الرابطة وتعينات والمئة تلف حاجة وحاجة معناها اخوة الحد الآن السيد كماليدير ما نخرجه الراوة كان هو هز فاليزم تيقعه ماشي في المطار يعطيك الكلمتين حتى في الرطور ما راهوش من بدون خاسرين لا يحب يتكلم لحد شي يا اخوة اخرج اخرج انا منايا كماليدير لازم يوقف ساعة ونصر والصحفيين يسلوا فيه فما بفش حاجات فيهم قموث هو لازم يخرج معاش يخرجنا السيشاد لي ولا مادام زاكية هو يخرج اخوة يحذر ساله يحذر ندوة صحفية انتي بيد كاسلال كصحافي انا نأكد لك عندك عشرين سؤال تحب تسلو مانا ازئي طو قعدنا انتخبته في نفس الواحد هو الافظل اي ظهور اعلامي يقول لك نحب نقعد ناخده ما نحب نحكي ليه عاد متنجامي شكاية عاد لازم توضح اللعبات برشة حاجات ماليا اداريا الاحكاية هذي متاع التزكية التحكيم برشة مواضيع اسلام لازمنا نكونوا فيه بي سيب تخليك ورايك من عام سمعة وثمانين كان عنا مرشحين بيليل من عام سمعة وثمانين ما غبناش على التمثيلية التونسية في المكتب التنفيذي للكاف من عام ثمانية وثمانين ونأكد لك تمانيت تمانيت والله مش خاطب جميع تمانيت كلوبيس يمثلنا في الكعف في تاريخ النادي الافريقي معناش ما كانش كلوبيس موجود على الكعف انا تمانيت يكون عنا كلوبيس وبيليل فوضايلين اكد لك عنده وجميع من جميع الجمعيات بشي كون موضوع بشي مثل تونس وما عنديش علاج ككلوبيس لا 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 مثل تونس وانا نحكي ككلوبيس ومنية الراهة لحة كلوبيس سنصدق لي اسلام رانيكي ندخل المكتب الجامعي ولا كنت في الكوميسيون وكذا اراو الالوان ما عنديش اراو انا دا كوردو معنا من المحبي النادي الافريقي ونشط صلب الهيئة لكن اراو وقت في المسئوليات هذي اراو واحد ماذا به يكون وطني قبل كل شي ويحط المصلحة الناودي التونسية في المسابقات الافريقية ومصلحة المتقب الوطني والحكام التوانسة وكل شي قبل كل شي لكن ان شاء الله في فرصة اخرى ان شاء الله ثابت خان اخو قراءتك في غياب تونس على التمثيلية هذي كنا احنا ممثلين وساعات يصير المظالم في بشا قضايا وملفات اليوم ما عادش عنا ممثل في البلاسة هذي اول حاجة سلام انا لانشاط الرأي متاع اخوي بيليل علش مما صارتش يجيبه متاعه ابسط حاجة وانه على اقل تكلمه بالتليفون اللي تبعث له ميل يعني تشرح له وجهة نظر متاع الجامعة او وجهة نظر خارج من الجامعة ممثلين متاعنا نحترموا الاعضاء السابقين متاعنا خاصة سي بيليل خدم سنوات وسنوات في الجامعة التونسية اللي كنت قدم ونعرفوا كيف كيف يعني المرحوم والده كان رئيس جامعة تحترم تاريخ السيد قبل كل شيء وتجاوبوا علش لا مانجمش يعني علش يعني المطلب متاع الترشيح متاعه مصارش التزكي عليه مصارش حتى رفضه مصارش رفضه اي ابسط حاجة الاجابة بعد بالنسبة للمشكل بين الجزائر و تونس انا مراش فهم اشكالية لحقيقة او مقال حد فهم اشكالية بالجزائر اي لا حسب كلمسي مختار ممكن تركنا المجال اكثر للجزائر بش بتاتر ما نخسروش العلاقة بينه وبين الجزائر بفهمتش عليش يعني الموضوع عنديش عليه فكرة كبيرة برشة انا رايي انا رايي وقت الي يخر سيد كاميلي دير توسحها رايي ورايك و تلويس اللي عنا الكل اي ساير بالضبط اي ساير بالضبط هاو عليه اشكال احنا وقت الي يبدع عن ممثل في الاتحاد الافريكي اللي يخرجت قدم مشكلة بالنسبة للجزائر ولا مشكلة بالنسبة لل الممثل متاع الجزائر اللي قاموا يعني بالترشيح متاع و المنصب هذا بش تصير اشكالية والله انا رايي قتلك انا تقديمي هي انتخابات و منافسة يدخلوا يتنافسوا الزوز او اللي الحصة الحالي وهو نقول لك حاجة والله احنا كما تزير بش تخدمنا احنا من كوزادة ناخدمه الجزائر او ظل اذا كان مخدمتش في الكافر او فما حاجاتش او هنا مثلا معلومة اخذتها معند سي بيليل قال لي رو البوست هذي حساس برشة حتى رئيس الاتحاد الدولي يتبعوا علاش خاطر شفت حسين كانت عدا ولا تزيري هو يظل يقتل اللي ينتخب الرئيس الاتحاد الدولي هو اللي يؤثر على الانديا متاع شامل الفريقية هو ممثل متاعهم ما نحكيش على شامل الفريقية بصفة عامة بالعالم صفة عامة يؤثر رؤساء الاتحادات سامحني ثابت قصيت عليك هما رؤساء الاتحادات اكثر اعضاء المكتب التنفيذي للكاف هما رؤساء الاتحادات معناها هو يختار العضاء المؤثرين ويكونوا هما موجودين في المكتب يؤثروا له ام فونتينو رئيس الفيفا يساعدوا انه يكون اكثر تمثيلية موجودة لانه هو تزير ميش عنده واركونتر تونس عنده ام فونتينو ويعرف انه فوزي لاكزع ما يخليش التزيري كان يترشح معها مهما من اي بلاد يترشح معها مرشح موش بش خليه يتعدى يعرفوا نعرفوا نحنا العلاقة بين المغرب وتزير والمغرب نايب رئيس في الاتحاد الافريقي وعنده علاقات وطلع للفيفا هو والمصري معناها مو مش بش خليه وتزير يتعدى وليد السادي ما عنده حضوض بش يتعدى الا ما مترشح واحده ما مع عد العضو الليبي موجود الموليتاني موجود المغرب يموجود والمصري موجود بقى تونس وتزير على المال الكورسي اللي مزي يلي تترشح تونس بش تتربح اي كونديدات بترشح مع تونس بش يربح والكونديدات تزيري كانوا يترشح واحده هو حل وحيد بش يتعدى هذا استراتيجي كمان وانا نجم موخ يزدي خمم بطريقة اخرى ما صارش ضغط على كمان من الفيفا مانعش هذي رائعي مانعش انا نقول هاي سيدي انا بعدنا السلط خلى برش مجل التأويل الديسيزيون كمش يصير سامحني ما انت ضغط على كمان في هاو صار في هادي سباب هو مشاهل هادي سباب قبلهم وبالكش هادي سباب اخذ تعليمات وجاهنا وعمل حاجة اخرى يمكن اخذنا ممثل ابسط حاجة خشرنا ممثل تونسي ابسط حاجة كان للاشوفه السحب الترشح متاع متاع سيه جنيح شوفه غالط تماما ممكن كان يكمل الاخر بعد يشوف الامور وين نجم توصل اما سحب الترشح حسب نشوفه انه غلطة وممكن بوتياتر ترشح ما كانش مدروس كوم يلفوها هذك علاش في اخر لاحظة ويحصل صحبا على الهواء. وفهم شيء أخر. رينا الرجل الحقيقة. لديه طاقة كبيرة يحب يخدم حسين. مع طلب وسعى ومعنى طلب حتى السيد بيلة الفضايا في درجة من زمان. كان عنده رغبة كبيرة باش يكون موجود في المركز اذاك. صحيح. يتفعل معنا هاو صديقنا كاميل بوزار سحافي من الجزائر يقول وليد صادي زمينه سحافي بعف قال وليد صادي عنده خمس أيام من اللي اوضع الترشح حمتها معنا مش البرح وقلا قلت البرح معنا وحبي خلي الامور في كنافة سريع التاملة هنا كيف كيف يخلي برشة مجال تساؤلات ونقاط استفهام عديد منعاش بلاي باش تبع الموضوع وقلا سيه فيه كل شيء لا اذا كان احنا بالعكس كما كنت نقول لك احنا ماذا بنا لو كان كان فما ممثل تونسي لكن اهل مكة ادرى بشي عابي ها يمكن فما فمتني انستراتيجي تعملت بما انه كما قال لك الاستاذ ما نعرفوش احنا شنو اللي صار في الكواليس وما نعرفوش فمتدونك نتمنى انه التراجع هذا في خير لتونس ان شاء الله بي نحكيو على موضوع اخر نمشيو عنده علاقة كيف كيف بالجامعة وبالمكتب الجامعة تراجع الريف التونسي يحتاج بقوة على التعييم تعمو قابلته مع اتحاد بنجردين قبل 3 ايام من مقابلته الاولى ضد جولي بالمالي في كيس افريقيا ويطلب تغيير موعد المقابل الاتحاد بنجردين في نفس الوقت يرفض تبديل الموعد دعني اخريك ماروين في الموضوع مختار سمحني اه مسيليش خوي عدي هالي مسيليش انا عملت كتار قطيب انت تغزمني اخريك ماروين اه باقي عودت ماروين اعطني اخريك في الموضوع انه ترجي احتج هل من حق ويحتج بو في الاوروبة نشوفه المقابلات يتلعبوا في الشمبيونزيك وسط الجماعة كيف ترعى في نيات الاسبوع بارغانتو كيف كيف الاهل المصري في مصري اجلوا لهم مقابلاتو الكل وبعض نيات المشركة الافريقية بدى عنده سبعة ستة متويت مؤجلة يلعبوا منتما انا وشواء هل عنده حق ترجي وقال له ليه مش نمشي في الشواء متاعي انا في التخبط اللي ساير في الجامعة وفي الرابطة زيادة الحقيقة معنى هنا عندك دو شواء الترجي هنا شنوه تغزر هي طو قاعدة تغزر الهيئة التسييرية الترجي وقالها وليد كرفيلا قال الحقيقة ولينا فما سونية يظلي في الواحد تعرفش معناها سونية معنى يحكي على رئيس اللجنة ولا رئيس الجامعة المؤقت اللي هو كلوبيست فهمتني وعنى ما نتخيلش كان سيد كاماليدير طوى عنده القوة ولا عنده هو سعروا تلميحات لنا على الكلمة ذا وما نتصور السيد كاماليدير كان هو في شخصه ولا في النفوذ امتياه وبشي نجم يقاوم الترجي رادي تونسي معنى الحقيقة جماعية موجودة انتي هنا حلين دي ما نقول اذا كانت حب تبعد على المشاكل انتي دي جاء ما تعملهاش كالأهلي سيدي وما تعملهاش كالويداد وما تعملهاش انتي عندك رزنامة وعندك مضبوط وزد دخلت على روحك القرار طوى بشتشارك فشان معنى برد لوزنها مكفيش بشتجاريها طوى انا بالنسبة لي انا كان فما سوء تنسيق ما بين الرابطة والجامعة سوء تنسيق معنى انتي طوى حتيت الترجي رغم انه انا كانت تنجم الترجي اليادي تونسي طوى ذا مش حاجة خير بالقانون يظل 72 ساعة معنى اعتاتك حقك بالقانون معنى ما عندكش علش بش تحتاج 48 ساعة هاني تنجم تحتاج 72 ساعة عندك دي بلاسمون البنقردين يظل الجولة اللورة من الكافون بلوس كي ترجع تلعب في بلادك كانت الترجي كانت تنجم اما اني اللي ريت هوان البيان اللي هبطته الترجي يمكن كانظار ولا تنبيه لللجنة باش تحدد موقفها في اللي جورنيه جايين وبعد الترجي تخيلوش كان عندها دومي فينال ما نصورش انكار ولا دومي ولا فينال باش تعاملها بالظروف هذه معنى تعطيها تلعبون دي بلاسمون بعد جيبها تقول اه برنش يلعب في منعش هنا في مصر ولا في غيره انا حسب رأيي نقعد في نفس التوجهة متاعي الجامعة في تخبط كبير الرابطة الله عالم اذا كان ملف اخر ما نعرفوش على الروح نوقتيش نحلوه الرابطة رو اسلام فما حاجات قعدة صايرة في الرابطة رأيي بالحق رجعت الكورة التونسية رجعنا لما قبل وديع الجارية سيدي ماش بش نقول لك انا في عهد وديع الجارية تخبط كبير في الرابطة نقول لك حاجة ولا وحتى ينجموا ويدخلوا في تعيينات الحكام الرابطة الرابطة هذه مصالح اعضاء موجودين غاديك بلين بعض موضوع عندي وعندي وعندي الاستاتيستيك متاع التعيينات وباش نعطيك وباش نتكلم على كل الجامعية استفادت من تعيين اي حكم في الرابطة هذه تلع نحكي عليها بي ثابت خلن نخلعك فنيا في الموضوع الترجي من حق وانه يطلب التأجيل قبل 72 ساعة يقول لك مثلا انا اسبوع فيفا عندي مكوناة مثلا يجيني قبل 24 ساعة من المقابلة و 42 ساعة من المقابلة بشترين النهار بعد ماتش بينجردين فقط تقبل ماتش جوليبا فنيا من حق ويطلب التأجيل وإلا بالقانون يقول لك 72 ساعة انا عطيتهم لك وكهو يجب ان نتصور المقابلة كانت في تونس العاصمة وقريبا من تونس العاصمة نتصور ما كانش يصير البيان هذك اما اذا كان دي بلاسما وابعيد يجب ان نشيو بالطيارة معناه اي اما تقلق تقلق بشتنى ملاعبية ومبعد تمشي البنجردين ومبعد تمشي المباراة متاع الشامبيز ليك حسب رأيي وانه ترجع هنا اداف على المصالح متاعه وبطبيعة حكامة على الإدارة حكامة على السطاف تكنيك وارتأو انه المقابلة في الداتة هذك ممكن برشا تقلق اللاعبين كسوا على المونتال مون وبيان حتى فيزيكمون نتصوروا انه البيان كان مدروس بعد استشارة الإطار الفني والإدارة حاجة عادية ومشكلة متاع الكالوندريي نتصوروا هنا مشكلة كبيرة برشا كما كان يحكيتوه سيموختار دونك تحط كالوندريي هذي كان نصور عملية متاع الكالوندريي كصارت بشكل إرتجالي دونك هنا بشتمس مش بشتمس المقابلة دي بشتمس حتى مقابلة تعالمون تخب وبعد فما شان وبعد فما بطيتر اللي بش يمثلونه في التظاهرات الافريقية كيف كيف من فرقة أخرى دونك هنا بنسبة الكالوندريي لحقيقة مشكلة كبيرة برشا وهي مشكلة دية مشكلة أزالية فيهش حتى حل دونك من سنوات وحنا مشكلة أساسية بتاعنا الكالوندريي والتخبط في الكالوندريي وزيد عليه طوعا من 14 نيكيب صاروا 16 نيكيب دونك هنا زيت العملية تأزمت أكثر دونك لا وثبت هنا فما حاجة لازمت تعرفها اللي رو القرار طوع والبيانة متاع تاراجي بش يخو منحة آخر حسب اللي رو جيلتام تعزو زمات شويت فوبا التاراجي في بنجردين وتعرف انت يجي وتدخل الجورني اللولى في شامبيونز ليج بفوبا وما نعرفوش بش يصير في الماتش اللولاني إذا كان أنا بنسبة لي الجامعة بش تسلكها لازم تاراجي تتعدى من زوزمات شويت هذه أقل فوبا راي تاراجي بش تلوم الجامعة على تعيين هذه وبش ترجع لها جامعية كبيرة تحب ولا تكرى الجامعة لازم تقرأ ألف حساب قبل ما تهبت التعيين هذه حقها حقها قانون سمعني مهتر قاعدين تابعوا في شامبينات ايطاليا والشامبيونز ليج من الشيطاليا نحن لا لا تيمون خلن يخذوا الإيقزامل بهم سمعني هم دم وحنا حديد ولا هم حديد وحنا دم الانتر الانتر لعبت في 13 يوم لعبت خمسة ما تشويت منهم ماتش نابولي اللي هي متصدرة صدارة اللعبة تقبالها ماتش هارسونال وقبل بثلاثيين اشتحكيي لي تقولي تأجيب مروين اه يناحكيه او شي يقول لك يقول لك أنا مش نلعب ماتش بنقردين نهار 23 و 20 نعمل نهار 23 24 نعمل دي كرساج بش نترين نقبل الماتش جوليبا سيونس دونت خين موة واحدة ونهار 26 نعب الماتش يعني كنت تحكي فيه كلمة بركة طو اني لحقي خمت عرب بيتماشي غالت مانا انتي طو ماتشو ليبا بش تحضروا بسيونس اذيك بركة ولا بنتكرار هذي ارمأينا راي 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 طو مانثلا مماش سيبيل الفوذيدي قال كانوا نجمو حتى نهارجم عيقدمو الماتش وين مشكل تربحات التراجيم مماتشي كبنسيونال دفل هال الخميس وعندكم لاعبية دوليين ممتعبو في ملتخابياتهم في الجزائر وفي التوق وفي جنوب افريقيا مثلا لاعب كما لاعب مكونار يجي قبل نهارب الماتش معنا سمحني قبل نهارب الماتش تحكي سليم على ماتش ماتش بنقردين ماش يلعب معنا ماش يلعب مانا يلعب نهار الخميس مع الوليد ونهارة السبت يلعب ماتش الشمبيونال هذي الاشكال صعيب مانا حتى كان متقدمش حتى كان الجولة تقعد بالسبت صعيب باش ملاعب يلعب نهار الخميس في هم يحبون ماتش يتنحى متاع بنقردين في من الوقت هذي الاشكالتك مانا انت كبش تلعب وخميس ولا سبت ولا جمع كيف كيف مانا فهمت مانا فهمت وانا مش بجي متزير بجي من جنوب فريق من جنوب فريق من جنوب فريق يلعب نحب لونهارين انا على الرأي اسلام عريت الماتشويت ما قد يرى فيها في الأوروبة ما ضبية يتنحى لحكياتها ببعض نحيله كيف من الناحيل المصلحة تشكون والمصلحة كلتا اليوم ما تتكون المصلحة تشكون اترجي وذا كنت تقضى أخر ماتشوعة مانا بالنقردين تقولك أنا ما يساعدنيش وهذا الانصار مانا وإذا ما تحبوا نحكيه تقولك حتى الجماهير يرياضي قولك المصلحة التونس من سمحني الى تحسب مصلحة التونس أخي مجالة في فنال ولا دومي فينال هون ماتش جوليبا سي ماتش دو بول فاس دو بول في معتا في تونس وما ضبين اقولتك الحكايات هذية تسير في صورة مية فريق ممثل تونس تسير يفي دومي فينال يفي فينال اما الحكايات هذية خوية مش تحل بيبين على روحك انا شفت عنا قدتك اليوم ما ادراك الانتر ونابولي تروح معتا بتاع برمير بلاس بش تكون في الانتر وكانت لعبة تقبل كونتر في التشامبلانزي كونتر سونار ايه هذية خوية مسيج الملعبية رايت ناجم تلعب را موج ماتش دي بقسمان في جنوب افريق يرا تلع في بينجرديم وطلع في ركس في اوروان هنا انا كلام اه ها في اوروبا تنقلات اسهل باش اه هاي اليوم كتوفرت بركرة رئيس تراجي عنده كما نحكيو عنده الفلوس اليوم نحكيلك انا كي تجي تشوف راو نحكيو عن الريت متاع ما تشويتما نحكينيش انه حله من الفل ليم تعرف انت وكتب الانتر كل شي متوفر لي من العبيد فما معتا عندك انا فماش 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 فول ديريكت بين تونس باكزمبل و جانب افريقيا لا 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 حكي عارفين لا لل الدبي اظهر لي ولا مغرب ولا مغرب و لا نحن مش هالماكس هاي لونك صعب برش ماروين بس مدىوش نحكي الوين طوة جماعيتها من امي من حبش دحك يا الوين انا نحن امي انا بش نحط انا بالنسبة ليامر جامعا ظلمتلي وانتي مش مش يكون كلامك هكيا كان جيت لتوال في بلاس تراش لا مش يكون كلامك هكيا انا احكيتلك اعنا نغذر قتلك في الاوروبا كيفاش شريطة بتعمل جوار لتوال كان جيت تعمل بلاس مول بنجردين و جي وليتوال اقبلت ظلمت زادا وحتجت على مات شويتها كيا يا مختار نحكيه عن احسما اش قتلك هنا قتلك في حالة مية مش تحل معتها حرب الروحك اليوم حتى الجماعة حتى 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 لا تردارك للأفريقي اليوم مش تواخر ماتش بنجردين ولا بنجردين مش تواخر للأفريقي ها انتش داخل بالموضوع ما يومي هذا مش كون كلامك هكذا ما الافريقي ميساعدهش التراشي فقط جاوبوا على السؤال قال لك لو كان جاكلي طوال بلاس تراشي يكون هكا كلامك والله يوم مختار نحكيه نفس الكلام واضح بداية نفس الكلام كنو دينا التقافيه زوز ثلاثة متارات تختار المتار الاقرب للملعب والاقرب للوتيل شوف انا نحكي لك من منطلق مصلحة الكورت قدم تونسية اليوم عندك ديجا الانديا التونسية باعدد الاجانب ديجا احنا كتشوف احنا القوانين اللي نعملو فيهم احنا مثلا نقبلكو ان هاو ما تجيبش حارس اجنبي اعدد الاجانب محصور كذا كذا تزيد اليوم نزيد ونضغتو عليهم في الروزنامة حتى كان روزنامة مساعة تمشوه حتى كان ذاك هوا الروزنامة تعملت منه العام وهم موقين عليها وكذا الظروف حبت وانو جي جورني في فا قبلها وبعدها مات الشامبينة وبعدها مات الشامبينز ليك انا نقول تسهيلا للجمعية انت غدو انت انت وقتلي انا بالرسبال اينا التارجي وقتلي تشارك تلعب ماتش كونتر جولي با راهي تنافس في سانداونس وفي الاهلي وفي كذا ما رايش تنافس في الفراق التونسية الناحي المنافسة ما عادش مقابلة مانجردين ما عادش تهمني انا حسب راي لنعطي اكثر حضود للفريق التونسي بش يوصل ابعد ما يكون في المسابقات الفريقية لانو من شأنه هذي مش تعطينا على المستوى المادي على المستوى الرياضي على المستوى كذي تعطيك على اقل حتى جوالتك ابنسونان تعطيك جوالت حذرة تلعبت في الفريق كمشيت اللي بلولون بوسيب الغدو هنا بشي مشي نلعب شهن بشي تلعب شهن بشي تلعب كوبدا فريق تهز على اقل ملاعبية متى رجي ولا مليتوال ولا مليتوال الفريقي اللي عنده ما بيد اكسبريونس قد ما يمشي اكثر قد ما عنده تونجو اكثر في فريقيا قد ما بش تستفيد كورة قدم تونسية والمتخب الوطني اللي هو بالاساس هو المسحة الولانية اذا كان هنا نجم مقابلة ناجلها احنا ما نراويش بالله لا اذا كان مقابلة من قدنات نجم تأجلها بشتره يتمشي في ظروف احسن تشوف رزنانة مضغوطة برشي قلو كون مش نحطها كين اجلها تحطها في وسطها في منهارات فيما دي جورنيه بشي يجي وما فيهم شي ربعة وجماعة تحطهم تحطها بعد 24 ار من جورنيه فيفا ولا بعد كارونتو تور من جورنيه فيفا اللي ما بعدش تشمبينز ليك بشي جيك دي جورنيه فيفا اللي ما بعدهم او اسمعت ويد غرفيل انا في موزايق انتو غدوة ترجي مش طالبها اذا كان تخلط للفينال فمتها بروبابيليتي كبيرة وانا تكون مع الاهلي انتو مش طالبها مش تعملك نتيجة مع الاهلي يجب توفرنا نفس الظروف كما كان يحكي طعونا موافقه مروينر وكلامه مش غالط لكن في الاوروب الناس كل عندهم نفس الظروف انتو غدوة الانتر ونابول ورسنال وكل عندهم نفس الظروف نفس عدد الجانب نفس مدة الراحة نفس عدد المقابلات لكن في تونس تشوف انت مصر تعمل الفافوريز الاهلي وتعطيها اكثر ظروف اكثر عدد اجانب اكثر اي مراحة تؤخرين المقابلات لازم انا لازم الترجي والتوال يتمتعوا بنفس الامتيازات اللي يشتمتع ببنالي لانونا الادفرسان متاعي الاهلي موش الادفرسان متاعي بنجردال قاطع النظر على وجهة النظر هذه اللي هي متاعكم متاع الترجي صحيحة واقلا غالطة ما تشوف كأنه فما ولا لا يذراع بين الترجي والجامعة اي ديسيزيون تيخذ الجامعة تحتاج عليها ترجي فما منه هذا الا لا فما منه فما منه وكان مش كنا مع الترجي رجل لانو اين قتلك فما التسيير توا قاعد يصير بطريقة اعتباطية راو قاعدين نسيروا وانتي هون تحكي عالرزنامة الرزنامة البلاغ اللي هبطته الجامعة باش اللي اندي هتعطي راهي الرزنامة قدش عطاتهم وقت هي نقطة استفام كبيرة لك ليه اي افشن جيوبك هي نقطة استفام كبيرة خاطر انه مستشير قبل ما تهبط الرزنامة اعتاتهم انهارين وهي قدش اخذت طوام زيت محبطتش الرزنامة مايس حقا مااني انت طو هذا منطق مااني انتي تعطي نهارين للجامعيات اللي هم اللي بريمي كونسرني وانتي تاخو 5 ايام وتمشي تسافر طو هذا منطق ليه المفروض قبل تستشير مش تهبط الرزنامة بعض مش تعمل تعديلات مش مشروعة تعديلات مش مشكلة انا اغلوط طعبات المرة او لا منتماديش في الخطأ ميسيرش ان الرزنامة معرفتها عندي وقلتونا ماعطيوني فاهم ولاحظات هي نعطيهم هم منهارين وناخذانه خمسة ايام منجاوبش طو هذا منطق مااني تكتعطيهم انا الاستعجان الوضعية فرضتوا انك عطيتهم منهارين بعد انتي تاخو خمسة ايام ومنجاوبش مزلت مجاوبتش ميسير انتي كمكتب جامع انا اعطيت معنى اعطيت حاجة للتراجي كونو تكمل الشامبيونز ليجهم بعد تلعب لماتش روتار و انا كندي فريقي ولا نجم سيحري ما نوفقش اتنجم كجامعة تفرض علي نوفق نجم تفرض بتبيعة جامعة تنجم تفرض اليوم ما انت بش تيخدم انت حتى بش توخر الماتش بش تيخدم مصلحة التراجي اليوم بش تيخدم ممثل تونس تصورها انت الماتش في بنجردين متحبش اتوخروا لقدر الله بنجردين ترح هذية مثلا انت موشكون مستفيد التراجي بي بنجردين منحسب ويش تاوي ديبيت سيزون نقولوا بنجردين اخويا بش تيخدم الشامبيونز ولا بش تلعب بنجردين عطيح ماش تيوح وتراجي تلعب لتجولي باش عمانة وجه المليح هون اي مخام ممتوش زيدة ايضا اخي سامحني اخي اليوم كي تقولي ديبيت سيزون ويحسبوه ماتش تيوح اليوم ولا ماتشامبيونز ايهو موش ماتش تيوح الي شامبيونز ايهو ماتش تيوح الي شامبيونز وينا قدر الله نلعب على تيوح يغسي تراجي انت مصلحة قبل الممثل تونس ونعرفوا احنا تيوح كيفاش في تونس ونعرفوا الشامبيونز كيفاش اهو مصلحة التراجي اليوم كنت رجلي با لاسيما واخرين اخوذ راحتها التراجي وحنا اخويا ما يصير تاوي وقت تحبو تلعبوا الماتش بجاه ربي يخذو بخاطر التراجي خاطر اليش طالعا ما اتجو لي با في رتس ايهو مو يهمن ايهو مو يهمن ايهو مو يهمن مصلحة لك الجماعي ايهو مصلحة لك انطايحني ايهو مصلحة الجماعية تلما في تونس ونعرفوا ايهو طايحني في الشامبيونز وبعد نضرب بارباستين لالوتر ايهو مو يهمني ايهو يطالع بان اروح انت كل واحد يضرب على تربوه واضح حيبين نمشي وفاصل الموزيكا وبعد نكمل اخر جزء من حسنة اليوم مصحبين اكبرمان